دلاتي مشاهدين نروح مع حضراتكم لمجز وأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دي شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإختار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكمولوجيا المعلومات عمر طلعط وجه الرئيس أسيسي بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقايد بضرورة وجود مقر فعلي لها وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات فضلا عن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرض الواحد كما وجه الرئيس أسيسي أيضا بالتواسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذا التواسع في الإعفاءات الضريبية لشركات الناشئة وتفعيل قوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع حياة كريمة أولوية قصوى للدولة وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن الدولة مستمرة بقوة بمشروع حياة كريمة مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها التقشفية وطاعة الأولوية للمشروعات القومية التي توفر فرص عمل كبيرة وذلك طبقا للتكلفة الإثثمارية الموضوعة للإنفق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات تواصلت عمليات الفرز وعد الأصوات التي أتلى بها الناخبون في الانتخابات النيابية التي أجريت في لبنان يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من القوى السياسية عن مؤشرات أولية بالنتائج غير الرسمية فيما لا تزال هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها قانونا لإعلان النتائج بشكل رسمي وكانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية قد أكدت أن نسبة التصويت الإجمالية في الانتخابات النيابية بلغت أكثر من 41% فاز رئيس السومالي السابق حسن شيخ محمود برئاسة البلاد مرة أخرى في تصويت أجرى نواب البرلمان في مطار العاصمة مقدشيو لتفادي أي هجمات لمتطرفين وفاز محمود البالغ من العمر 66 عاما الذي حكم السومال منذ عام 2012 وحتى عام 2017 على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 أصوات في جولة أعادة ثالثة قال المجلس العسكري في مالي إن مالي انسحبت من قوة عسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل بغرب إفريقيا لمحاربة المتطرفين وأرجع المجلس العسكري قرار إلى عدم إحراز تقدم في هذه المهمة وتشكلت قوة مجموعة دول الساحل الخمسة التي تضم قوات من النيجر واتشتاد وبركينافاس وموريتانيا في عام 2017 لمواجهة المتطرفين الذين اكتاحوا المنطقة في السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى مقتل ألاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفراري من ديارهم قال الجيش الأوكراني إن الوحدات الروسية العسكرية تكبدت خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات أثناء محاولتها التقدم غرب أوكرانيا وأوضحت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة في أوكرانيا أن عدد أفراد الوحدات العسكرية الروسية في بعض المناطق يقل عن 20% نتيجة للأعمال العسكرية وأضاف الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي يعاني بسبب الخسائر الفادحة التي يتلقاها أعلنت وزارة الدفاع الأسطونية عن بدء منورات عسكرية ضخمة في البلاد بمشاركة وحدات من حلف شمال الأطلنطي الناتو والحلفاء وقالت توزارة الدفاع الأسطونية أن المنورات تهدف لاختبار الاستعداد القتالي للقوات الدفاع وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الدولية وتجرى المنورات في الفترة من 16 مايو إلى 3 يونيو في جميع أنحاء أسطونيا تقريبا ويكثف الناتو من المنورات المشتركة مع الدول المجاورة لروسيا خاصة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية شهدت مصر أول خصوف للقمر خلال العام الحالي وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي أن نسبة الخصوف في القاهرة وصلت إلى 41% فيما وصلت نسبة الخصوف في مدينة سيوى إلى 91% كما تشهد العديد من دول العالم هذه الظاهرة في أغلب مناطق أوروبا وفي الأمريكاتين ختم موجة الثامنة فاصل نعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر